بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الادوات الخاصة بالبيم او صفت وير. بداية هل البيم مانجر محتاج يكون عارف البرامج اللي هشغلين عليها كويس ولا ينفع يكون بيم مانجر وبس هو معرفش البرامج اللي هشغلين بها. تمام السؤال غريب شوية. لا بشي غريب ولا حاجة. خلينا نقول ان تسعين في المية من البيم مانجر هو عبارة عن عالم ادارة وعلم اجتماع وازاي احرك الاخرين نحو الهدف. وعشرة في المية تكنولوجيا تمام يعني مش الاساس او مش كل حاجة تكنولوجيا لا الاساس ان هو يكون يعرف اتعامل مع الاخرين يعرف ازاي ديهم التاسك وازاي استلمها منهم ازاي ايداي اقدر يحضر اكتماعات كل حاجات ديه. طيب هلي ينفع جوز التكنيكل يكون ضعيف او مش ما موجود او او او. طيب. ان احدي الي ه stimuli. حد من الناس اللي شغالين وهو قده من زياده موسئ вперواقل واذي سلمين. ما لازم يكون البيم مانجر عنده قدرة ان هو يجاوبه ممكن حتى ما يكونش عارف الاجابة بس ممكن يقول له طب كمل وانا هدور عنه توجب لك الاجابة فلازم يكون هو بيفهم في التكنيكل يقدر يديهم كورسات يعني مدام من المهام بتاعة البيم مانجر ان هو يعمل صبورت للناس ان هو يشرح لهم شوية كورسات نزل مثلا اصدار جديد من البرنامج يبدأ يشرح لهم الجديد هو ممكن ما يكونش عارف البرنامج بحد ذاته يعني ممكن يكون هو شغل في شركة برنامج ولما رايح الشركة الجديدة دي اه لهم شغالين ببرنامج تاني بس هي الفكرة واحدة يعني فكرة كل برامج البم واحدة فهو فاهم يعني مثلا ممكن يكون شغل على اركاد وراح لهم شغالين بفايكو وشغالين باي اول بلاين فهو بس ايه اختلاف الواجهة بس هو الكنسيبت واحد فلازم هو يكون فاهم يعني بب مفهم بالبرنامج ده بياها خودة ديه وقت وهي خودة ديه وهو الحاجده كلها طبعا لو معاصر هيمسك من منجر عادي يعني ما فيهاش مشكلة انا مرة راح شركة كبيرة بوليات البيم منجر بيقول تعالى عالسالكسويل هو البيم دوت فما فيهاش مشكلة بس يا الفكرة كلها ان هو يبقى عنده القدرة ان هو يعمل سببورت للناس ان هو يقدر يبقى فهم المعلومة يقدر يجيب المعلومة منين ما يبقاش بخيل ما ينفعش قادي بخيل بالمعلومة او بالفلوس او لا لازم يكون هو اول محد بيسأله حاجة هو من تلقاء نفسه بيدورة معلومة ويقول لهم انت تعالى ده انا عرفت معلومة جديدة يتعالى شو حالكم النهاردة يكون مسلا يعرف برمجة بحيس انه ممكن كل شوية مسلا ايه في حاجة مسلا بشموجة في البرنامج يروح عملها لهم فيبقى كواز جدا لما هو يكون فهم في البرمجة فهم في الحاجات الحديثة احنا بس هناخد شوية تمثيل النهاردة وبمنازمة البرامج والحاجات ديات رح تشاركة قبل كده ولقيت المدير راح ندهل انت بتاع البم اه طيب في جزء معين كده عندنا في المشروع قلت له اعرفه اللي عايزك تخد لي بقى فيه كل متر سيكشن كل متر سيكشن يعني انت عايز تقريبا مية وخمسين متر يعني انت عايز مية وخمسين سيكشن في حتة بتعمل هاش الاسمة اللي قام عشان بس اتخيل الشكل الرام بدوت وعمل ازاي اللي قام عشان بس اتخيل انا ممكن اورو لك سيري دي ممكن اعمل لك وكس رو ممكن اخد لك فيه كم سيكشن بزواء معينة بسواني انا ان انا اعمل لك مية وخمسين سيكشن في ثانية ما فيهاش مشكلة بس انت هتعد تتعب على البطة تتغيل مية وخمسين شكل ضمهم لبعض انا ممكن اورو لك سيري دي ممكن اورو لك كزا فبتبع هتت ان التيم كله يبقى فهم يعني ايه بيم بتبع كويس يعني بتاع الحاصر فهم ايه اللي ممكن ياخده منك في البيم اللي هو الفصلة المانش ماتت فهم ايه اللي هيخده منك في البيم ماباش انت شغال بيم وكل الشركة شغالها بالنظام القديم او شغالها بالطرول بالطرول التقليدية فانت شغال كله ايه بيترم في الزبالة فلازم يبقى فيه اه الادارة كلها فهم يعني ايه بيم ممكن تبقى تفهم حضرة كده الناس كلها اخوان انا راجل بتاع البيم فبنا بعمل كزا 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 وتقدر قسم الفين الاستباد مني بكزا وقسم الفين الاستباد مني بكزا تبدأ المنظومة كلها تتحول من الكاد للبيم برضو رحت شركة تانية فكان لسه مخدتش المشروع ولسه لسه لسه اول ساعة ادخل في معرفش هتحط فين ولسه هتخل لقعد بعمل مدير وكده عشان نشوف هاشتغل فاني مشروع ومن لايه يشغل معي والنظام دوت فبفتح الجهاز لقيت بعض الدروس التعليمية على الجهاز اللي انا قعد عليه ففتحت الفيديو وعملت تفول سكرين وانا دهل لمدير فدخلت واول مخاركت الابة الناس كلها مرمو مع الجهاز بتاعي فاكرا ان هما شايفين ان الموز بتحرك وبيام الحاجة كتيرة ففهموا ان البيم كده هما انت تشغله وتروح تنام او تروح تنام او تروح تنام الانس ها بقى بمي بقى ماشي فالنهارنا ان شاء الله هشوف بعض الادوات البسيطة كمثال انا اخترت امثلة عامة يعني ما ما جابتش مثلا المثال لمعماري ولا مثال الانشئي ولا مثال الكاميرو مكاني كلا مجرد بس بعض التولز العامة خالص وطبعا كل واحد ببليء السوفت وير اللي هو بالشغل عليه والبلوجين المفضل ليه يعني كل قسم ببقى في بعض البلوجين خاص بالبرنامج بتاعته سواء اي برامج هو شغل عليه ببقى فيه بتدخل موقع الشركة بتلاقي كذا بلوجين بلوجين يعني اداب بسيطة بتضاف للبرنامج بتديله ميزة او بتديله قوامر ما كانتش موجودة فيه قبل كده لو حد فهم فاكر الاتوكات كانت في حاجات اسمها لثبات او في حاجات تبقى من برامجة الفيشور بيسك امبليكيشن كان بتعملك بعض الحاجات البرنامج ما بيعملاش غير بصعوبة قيمة اكسيبريس في الاتوكات دي كل عبرة عن الزبات كان الناس بتعملها وهم جمعوها في قيمة فانت برضو في كل برنامج بتلاقي بعض الادوات اللي تساعدك على الشغل وبتسهلك وبتدي بعض الخصاص كويسة نوارت ناس تتعلم برمجة وتعمل بالادنس وبعد تعمل برامج منافسة وبعد تعمل برامج قوية جدا فالطريقة يبدأ واحدة واحدة خليناك كده نشوف مع بعض اداة انا بستخدمها تقريبا يوميا وهي وورك شيرينج جموناتور ده انا بستخدمها في ايه ببقى انا مثلا شغال في مشروع وعايز اعرف مين اللي شغال معي في المشروع دوت انا عادة ببقى فتح كل وعايز اعرف مين اللي شغال معي حاليا في المشروع دوت نعم فهي الاداة هيت ممكن انا بفتح انا مثلا عشر مشروع بفوابه اجاب لي العشر مشروع برسوم هنا او العشر ملافة الرسوم هنا ويقول لي مين اللي شغل مين ممكن مثلا في خمسة شغال معي الاكشن شغل على الوكل ولا شغل على سنترل لو شغل على سنتر بديك لون احمر بحيث تاخد بالك واحد شغل على سنترل هيبغض الشغل بتعمل سنكولزيزيشن هنا في ريكويست لو حدا بعت لك ريكويست لو في نوتفيكيشن اي تنبيهات بيتده تظهر هنا ممكن تدخل في الاوبشن هنا هنا بيقول لك خلي البرنامج طوب حتى لو انت شغل على ايه حاجة تانية انا هخليه وحط بس على جنب كده بس بيبدل الظاهر قدامي تمام انا عندي كده كده شاشة صغيرة فمشيلي العلامة ديت التحذير او التنبيه ده يفضل شغال لحد ما تتقفله ولا يعوكم ثانية دي بعض الاوبشن الكويسة بيقول لك انت عايز التنبيهات اللي تظهر لك لما يكمل التنبيهات اللي هو ان انا ببعث شغلي للسنترل وباخد شغلي من السنترلللوكل وبسايفة على الوكل ولا لما ما ينفعش الستنطنوزش لما فيه مشكله ولا لما يتخلص الريلود ولا لو الريلود فيه مشكله ولا الوكل بتاعي بقى اوت اوف ديت هايبدل يطهر لك الحاجات امتى لما يجي لك الكويست دي بعض الخصاص الكويسة جدا والبرنامج ده يعني تقريبا ان اوان بشغل بيه بيفيدني ان انا بقى بتابع المشروع عمل ازاي من الاضحات المفيدة برضو اللي هو الموضل ريفيو بيراجع لي على الموضل بتاعي بادي له المناف وهو يقول لي مثلا ازيكا في فاميلي مسحتها كبيرة او في فاميلي فيها مشكلة او فيها اي مشكلة في الشغل فبقول له manage قد ازبط الملف اللي هتفحس تمام هقول له مثلا انا عايز او بيت دي الملفات اللي هو بيقارن بينها وبين المشروع اللي انا شغال فيه تمام فممكن اقول له مثلا انا هتلي الملف دوت فبيبدأ يديني معلومات تعال الملف اللي هو الستاندرد ايه الحاجات اللي فيه ايه الديتيلز اللي فيه ايه الفاميلي فيلتر او في المسيج لو فيها اي حاجة ابن فيها مشكلة وبناتجها بقول له او شك بيقول له عايز تفحص الموديل بتاعك مع انا واحد دي الملفات اللي هي موجودة بيقول له مثلا انا عايز افحصها اللي هو اه كنتنت ستاندرد عسل بمسال فبيقولي طيب انا ممكن ابحصها لك وابحص الملفات اللي معاها current model and linked model فبيقول لا هو القررنت model بس فبيبدأ يفحص الموديل بتاعي ويقارنه بيبدأ يشوف اذا كان فيه مثلا في اي حاجة غلط في الموديل عايزة تصلح فهو انا ما بيشوفشي الكلاش تدكشن ما بيشوفش اي الحقات في ايه بس بيقولي ايه الحاجة اللي فيه مشكلة ممكن فيه فاملي فيه مشكلة او في اي حاجة غلط في المشروع فهو بينبهن لي عشان اصلح بيظهر لي المفوت بيبدأ يقولي ايه الحاجة اللي فيه مشكلة والحاجة اللي هي عدت فاملي فاملي هي بتبدأ يتظهر لي بيقولي الملف ده في مشكلة مثلا في منفك شرداتا الميتسيك موديل نيمينج كونفيريشن ايه الحاجات اللي فاهم مشكلة ايه الفاملي اللي فاهم مشاكل ايه اللي فاهم مشاكل ايه اللي ما فاهم مشاكل انت تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تعدلها وتبدأ تتعدل في الموديل بتاعك بحيس انه طلع كويس يعني تكون المشكلة مثلا في ان لسه فيها حاجات اتوكاد ان الفاملي بمساحتها كبيرة تقدر تراجع الفاملي يوتيوب انت موكن تصلح فيها دي من ضمن الحاجات الكويسة من الحاجات الكويسة برضو ان انت موكن تستخدم نفس ووركست او سولو بريت ده بحيس انت تفحص المدر بتاعك هل في حاجة خبطة في حاجة ولا لا يعني خلينا نتجرب مثلا النفس ميزة النفس ووركست او الكولوبريت انه بيبقى من جميع البرامج باش خاص ببرنامج معين فممكن تعمل شغل عاي برنامج وتدخله وتعمل تشيك هل في حاجة خبطة في حاجة ولا لا النفس ووركست برنامج انا شرحت بكها في كورس طبع منطقة الدارين في خصص كتير جدا من اهمها بالنسبة لنا دلوقتي حل كلاشات نفس ووركست حسب علمي معناها عمال عظيمة في منه ثلاث اصدارات نفس ووركست منج وفي نفس ووركست وفي نفس ووركست فري ده مجاني مجرد بس بتفتح الملف وتشوف الشغل على معمولة ازائي مجرد بس بيعمل محاكاة المنج في كل الخصائص المحاكاة والكلاشات والحاصر وكل حاجة طيب انا هنا هابدأ اقول له افتح لي اي مشروع شوف انا كنت فتح شغلت مشروع هنا ابل كده ولا اقا اولي اكم مسلا دوت مش موجود طيب اقبنت نبص على امتدى اللي هو شغال بيها هو بشغل ب NWD و NWF و NWC وستوديو وريفت وافيسي وانفنتور وكل اللي انت عايزه واي برنامج انت عايزه بتدخل على نفس ووركس بتلاقي نفس ووركس اكسبورت فبتلاقي الاداة اللي انت تستطابها على البرنامج بحيس ان هو يصدر لك من نفس ووركس من البرنامج لنفس ووركس او ممكن تختار اي امتدادات من اللي موجود هنا فانا دلوقتي هدخل عندي على الجهاز بتاعي هاجي هنا في الكلاش detective ابدأ اقول له انا عايز اعمل اختبار دي هنا بيجيب لي اسم الاختبار الاختبار ده هي حاجة جديدة مع مناش قبل كده وبنعمل الشيكة علي تاني ايه الحاجة الجديدة في ايه الحاجة الاكتف ايه الحاجة الرفيد الابروفد الريسولفد هنا بقى بتقدر تشوف ايه هتعمل مقارنة بين يو ايه تمام فممكن انا اقول له مثلا هنا انا عايز الميكانيكال مع الانشي الانشي ممكن اقول له اعرض هم لبطلقة تانية فتبدأ تظهر عن تل الدوار ممكن تظهر عن تل الخصائص تقول له مثلا هاتل العناصر اللي فعل خاصية كذا مع الخاصية كذا انت بتشوف ايه الانسب ليك الميكانيكال مثلا وهنا نوع الكلاش هل هو كلاش هارد اللي حيات تكون فعل خبطه مع بعض ولا كليرانس يكون مشكلة ان ما فيش مسافة بينهم يعني مثلا اعيز اعمل يبقى لازم فيه كليرانس بين المياه وكهربه مثلا الوكيت هل انت عايز تعمل كلاش الوكيت في العناصر ديت هقول له run test فبيبدا يجيب لي ايه ايه اللي موجود ف hexade ي اذا تكلت اذا نتم الى المعبت كإضافة المحصة اضافة بـ اتابعات الـ كلети ليس المحصفة استخدام التقرار التقرير بتعمل صفحة انترنت تشوف اللي عناصر اللي انت عايز تبقى موجودة وبقوله اكتب لي التقرير دوت وبحدد هايب التقرير فين وهدولات بقى بيبدأ يصدر التقرير بالصور بالكلام كل حاجة نفس وركس اعتقد معناها عمالنا العظيمة هو بعمل حاجة كترة جدا زي الموضوع الاتشافي الاخطاء والحاجات ايه اللي خبت في ايه وبيعمل تقرير ممتاز حقيقة وبيعمل برضو تقدير للتكلفة وبيعمل برضو انت تشوف الممنى وهو خطفة خطفة بيبني او بيسموها البعد الرابع للممنى وفي كورس كامل في الملتقة الدارين عن نفس وركس هتلاقي الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو هنشوف التقرير دلوقتي هروح هنا اوه شغل التقرير التقرير بيتلعب الشكل دوت المشكلة رقم كذف المكان الفلاني على ارتفاع كام نوع المشكلة ايه موجودة في اني لير موجودة فين عبارة عن ايه كل التفاصيل وجنبها الصورة بتاعتها هتقدر تدوس على الصورة وتبقى شايف المشكلة موجودة فين زينا نشايف الموضوع سهل وبسيط وبتبعد تقارير وافية وممكن بعد كات الراجل اللي يمسك الاي دي واعرف في المشكلة فين يقدر يروح يحلها مثلا يجيب الاي دوت ويقعد دور عليه في المشروع بعمل سيرش عليه فاتجيل المشكلة وبدأت عامل معي طيب ايه تاني اللي ممكن نستخدم منه من النفس وركس قبل ما نخرج زي ما تشاف الموضوع مخدش دايق لان احنا عايزين بس ان ننظر نظرة سريع على البرامج الدوات اللي هو انا عايز عامل حصر اللي مشروع كله فكل ما انا هاجي هنا اعلم على المشروع كله وبعدين اجي هنا بصورة كليك وديو لائك تو فيو لا مش عايز اقول له هنا انا مش عايز اي حاجة خالص نان نكست مترك مترك فنش انا قلت له حضرولي بس قلت له ما تعملش عالي خالص انا عايزة نعمل هاجي هنا اقول له تيك اوف سيلكت مودل ايتم هيبدأ يعمل لي حصر سريع لكل الانصر الموجودة طبعا في تفاصيل اكتر بكتير في الموضوع دوت يعني ممكن الموضوع الحصر ده ياخد كورس كامل بس هو سريعا دي هتعمل لي حصر لكل حاجة موجودة في البرنامج ولو حد عايز تفاصيل اكتر عند كورس الدرير وان شاء الله نعمل كورس كامل لموضوع الحصر في نفسوركس بيجيب لي كل حاجة موجود منها قد اي وموجودة طولها قد اي وموجود الواتس بتاحها قد اي سيكنيس تفاصيل لكل العناصر اللي موجودة في المشروع معمالي وانشاي وكهرامكانكل وكل حاجة فجوه دي رهيب بالصراح بسم الله الرحمن الرحيم دلاتي جي دورنا مع السوليبري السوليبري فيه ثلاث انواع منه في السوليبري موديل تشكر بيفحص الموديل بتاعك اذا كان في اي مشاكل بيعمله تحليل بيعمل تطقيق وبيتأكد ان هو كله موجود مشاكل في السوليبري موديل فيور ده مجاني بحيس ان انت تقدر تشوف الموديل بتاعك هل تقدر تلف حواليه تقدر تشوفه اذا كان في اي مشاكل ده بفرض ان انت معندكش برنامج تشوف فيه مثلا الريفت او الاركي كاد او اي حاجة بتحوله للاي ايفي سي بحيس ان انت تشوف الموديل ممكن تاخد سيكشن فيه ممكن تتجاول داخله ممكن تشوفه دور دور في سوليبري ايفي سي اوبتومايزر ده بيقلل المسيح ده احنا جينا كده ده السوليبري بقول لفايل واجه هنا افتح الموديل اختار الموديل اللي انا عايزه وليكن مسلا دوت تبدأ تشوف الموديل تبدأ تلاقي الهم اسمهم لك ممكن تشوفهم سيستيم سيستيم او زونا زونا او تبدأ تشوف الادوارد تشوف الكولومت تشوف الاسلاب بتعمل الزوم على اي جوز انت عايزه يعني مسلا الزوم ده هو الاسباس ديت ممكن تدي فول سيليكشن باسكت حيس تحصره وتتعرف معلومات عنه اكتر بتدهر طلن عايز شوفه الشكل دوت بحيس تبدأ تظهر معك الشغل اللي جوه وهنا اي حاجة تمسكها هيبدأ يديك عنها معلومات المعلومات العادية اللي هي الاسم وهي الا اي دي بتاعه موجود على الان الليار اللوكوشن بتاعه فين الحاصر بتاعه الدي الريليشن الكلسفكيشن الديمينشن كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بيديها لك على طول ممكن تبدأ تعمل شك تقدر شوف معلومات بعض المعلومات انفرومشن تيك اوف احنا عطاك ادخلنا جوزة بسيط سيستم مهمات بيبدأ يعمل لك حاصر اليوم يعني هو برنامج كويس لو حد ما عندهوش اي برنامج يشوف الموديل فده برنامج مجاني تقدر شوف من خلاله الموديل الحاجة اللي بعد كده سلوبري ايف سي اوبتمايزر ده بتجدره ملف الايف سي وبتقول له صغار لي الحجم بتاعه ففي السواني بيبدأ يعمل لك موديل لكون حجم صغير لو انا عايز افحص ملف الايف سي من غير مستطب اي برامج فبدأ دخل على الموقع اسمه ifcwebserver.org بتكتب الاسم user1 الباسورد 1.3 وبتقول له login فبيبدأ يفتح الموقع وبيبدأ يقول لك تشوف اي الموديل اللي انت عايز تفحصه بايكة بيقول لك any secret اللي انت عايزه ممكن عايز تعمل مثلا extract and render space extract floor وبايكة تبدأ تتحدد بيبدأ يفحص لك كل دور بالموقعات اللي موجودة فيه ممكن تقول له طبعا انا عايز اشوف الbeam بتكاريرنا عن الbeam ويقدر يعمل لك حاجات xml او xml او fc او csv فحكترة ممكن ما تكونش عارف تعملها في البرنامج اللي انت كنت شغال عليه بتلاقيه هنا باقت اسهل وابسط وبديك معلومات اكثر تحليلا واكثر تخصصا زي ما انت عايز هيراندرارك بالشكل دوت كل دور او بالشكل دوت ممكن تقول له انا عايز ايلمت المعين اللي هو السايت مسلا في هتلبع المعلمات عنه هو بيصدر لك كل المعامات دي تقدر تعمل لها دونلود مسلا او fc بيبدأ يعمل لك دونلود السراح مرحبين دي كانت نبزة سريعة عن بعض البرامج الكواس جدا يعني حاجات سريعة جدا في مثلا حاجات كنا شرحناها في ساعات خمسة ساعات شرحناها في ثلاثة اربعة دقايق مجرد بس يعني مجرد ذكر امثلة والنبزة واللي عايز يستديد هيلاقي في اللينكات تحت الفيديو في الوصف طيب دلوقتي البرمجة البرمجة ايه فكرة البرمجة الفكرة البرمجة ان انت انتقلت من نيوزر عادي لواحد هو اللي بيعمل البرنامج فبتلاقي مثلا لو انت عندك اي مشكلة او البرنامج ما بيعملش حاجة انت عايزها انت لنفسك اللي بتعملها فده بيوفر لك وقت كتير جدا لان انت بتعمل الحاجة اللي انت عايزها بزبط ويكون فدافني كتير جدا ان البرمجة في اكثر من موقف على سبيل المثال كان ايام الاوتوكاد جتلي لوحة عليها الوحدات بيونت معين وانا عايز اغير اليونت دوت يعني على سبيل المثال كولو مثلا بالمتر وانت عايزها بالكيلو او عايزها بالبوصة او عايزها باي واحدة او عندك باسة كميتر هوا جاهلك بالسيف ام وانت عايز تحولها بلتر بالزاكن فعشان كل شوية تمسك رقم رقم واجبيت القلة لحسبة وتدرب وتحسب وبعد كده تروح كاتبها وتغير الوحدات ده كان ياخذ منك ايام فانا بكل بساطة ادخلت اعملت لزب صغار جدا اول اصح جبت لزب من عنات ريم اللي انا عايزه وراحت مغير فيه بعض الاكواد وبعد الشفارات البساطة جدا بحيس ان البرنامج ياخذ من حاجة اللي انا عايزها وراحت مشغاله على البرنامج فراح مغير لي كله في وقت بساطة جدا ففعلاته الفعلا الموضوع مفيد والموضوع فعلا عملي باش راح بيتعلم حاجة لمجرد انه يتمنظر بيها او كده لا اهي فعلا حاجة كويسة وهتلاقي يعني خلاص كان زمن موضوعها البرمجة صعب جدا لا الموضوع ده هتبقى اسهل وبسيط وليه امثلة كتيرة وبدأ هم يسهلوا لغات البرمجة ومن اسهل لغات البرمجة واقواهها طبعا انت بتشوف انت عايز تعمل ايه او انت شغال على البرنامج ايه وكل برنامج بتلاقي له لغات برمجة معينة يعني مثلا في الريفت بنلاقي حاجة اسمها الاسي شارب مثلا تشغل كويس بتدخل على بعض كل برنامج بقى ليه لغة البرمجة اللي هو بيتفاهم فيها فيه لغات برمجة كويسة جدا زي بايسون زي سي شارب الفيشوال بايزيك انت تشوف ايه البرنامج وايه اللغة البرمجة اللي بتعمل دلوقات فيه بعض البرمجة المرئية يعني فيه برنامج اسمه الدينامو ده فقال بالريفت فيه جروس هوبر ده موجود في الرينو دي بيعمل ايه بكل بساطة بترشح وشفرات كتير لا انت مجرد توصل حاجات ببعض تلاقي البرنامجة تعمل ووفر لك وقت كتير جدا فعلى سبيل المثال مثلا كتير جدا يعني تقريبا شبه يوميا بحتاج مثلا بلاي عمليات اخد من الوقت كتير قوي في بول اللي ما عملاش بالدينامو بتعب شوية على مكتب الكود بس التعب دوت بيوفروا ان انت يعني بيقلب كتير من الوقت اللي انت بتحتاجه ان انت تشغل حقيقي وبتعملوا مرة واحدة وبيوفر عليك في اي مشروع بعد كده بتشغل الدينامو دوت بيعمل لك كل اللي انت عايزه على سبيل المثال مثلا شينج شيت نمبر ده بيغير لي ارقام الشيتات تمام في الثواني جدا بقول له خد اسمي الشيتات يعني مثلا نساعد اسمي المثال دوت اللي بقول له انا عايز اغير في الشيتات اعمل سيلكت لكل العناصر بجده في الشيتات كل العناصر دي جيت برمتر جيت برمتر يعني هاتل خاصية معينة اعمل له سيلكت اللي هي مسلا الشيت نمبر انا هشتغل على الشيت نمبر تمام في جيت برمتر وست برمتر جيت برمتر بيقول لي بيجيب لي المعلومة بيحط بيرسل المعلومة بيكتبون بيقول لي اسمي الشيتات الموجودة هنا في الجدل دوت كزا كزا الست برمتر بيخذ المعلومة دي ويعدل فيها بقول خد هشتات اي حاجة لها اي وان يعني معماري خلاها اي وان يعني كهربا فبيدخل على كل شيت بيشوف الاسم بتاعه لوه في كلمة اي وان بيغيرها ل اي وان لو فيه اي برمتر عايز اغيره تمام مثلا بقول له خش عشتات غير لي اسم الراجل الرأسة من الوحة وغير لي برضو اسم الراجل ده ابروفد وغير لي برضو شكت باي كل دول غير لهم لمرة واحدة كل الحاجات دي مشروحة بالتفصيل هتلاقي برضو شرح اللي ايها اسفل الفيديو ده ابراية لو انا عندي مشاريع كتيرها ق Geez مسايفة ووان عايزة افتحها وهاحفظها قلتها ع Tang器 سبعد عاشرة فبشغل ديوه ديوه باس معين بيكون في كل作ب بيروح عمل لها opened ويروح ملي سيف بس كده في مجرد إن هو سيف فهي بتاخد نفس الاصدار فده لازم يتغير زي ما تشايف ووفر معه وقت كثير في مثلا الابر بيعمل لي بيخلي شي زي ما تشايف مفهوش اي حق خالص بس هو بيغير اسم التكست والروم والليفل والشتات والفيو تايتل بيخلهم كلهم كابيتل حتى وقبل الرسالة دلوقتي بيقول لي خلي بالك ان اسام الفيو هاته هتتغير عايز اتغير ولا لان هو كله هيتغير اه برضو اه ده مسلا جوين اول بيبقى عند مسلا اه حوائط وعمدة وفلور وروف كلهم بيعملهم جوين مع بعض لكن بياخد وقت في الترطة القضية التقليدية مثلا برامتر ده بيبقى مسلا اه ببقى رسمانها مسلا بعض الخطوط وعايز اعرف مجموعة وماد ايه فبقى عمل سيليكت تعليم كلهم فهو بيجيب لي مجموعة الخطوط ديه فزي ما تشاف الازباب بسألة جدا تعمل كل فكرتها ومشروح كتير يعني انا هتدي مسال بسط جدا ان انت بتقول له انا عايز اعمل ايه وبتبدأ تختار من هنا مجرى بس بتعمل سيليكت اللي حاجة اللي انت عايزها يعني اسهل حاجة مسلا لو انت عايز ترسم مسلا اه دايرة مسلا سيرك طيب عشان ترسم دايرة لازم تدلو سنتر بوينت وريديس الريديس هتديله لقم فبكتب نمبر بلاي عندي نمبر لانا اكتب نمبر ونمبر سلايد فبقول له اعمل لي سلايد بحيس ان انا قادر اكبر وصغر زي ما انا عايز طيب سنتر بوينت هابدأ ادي له بوينت وعايز بوينت فبدي له بوينت فبدي له بوينت يعني الكلام ما انتكي اهوت طيب انا نقطة عشان ترسم عايز ارقم في الاكس الوي وزد فبقول له برضو نمبر واختار نمبر سلايد على سبيل المسالة وبقول له اكس وبقول له نمبر سلايد اهوت واحدة كمان كوي بيست اهه وبقول له مسلا انا عايز النمبر العادية النمبر العادية يعني باكتب رقم اربعة اهه فبس مجرد ان انت تغير الشكل اللي كله بتغير معك والحاجات دي كلها بتبقى موجودة جهة الريفت تلقائيا يعني هو حتى الدينامو بقى موجود في الريفت نفسه ماشي بقى موجود في الريفت نفسه بغير ما انت كان باش ادنس دا ده موجود تلقائي اولا بساطة بقى 2017 بتلايه ظهر لك الدينامو والدينامو اللير فالموضوع بقى ايه بقى من الحاجات سهل جدا اه لونت عايز تبرمى باللغات اللي هي اه سي شارب او الفيجول بايزك ففي حاجه اسمها اي بي اي بي اي بي اي بي اي بي اي ببوابها للتواصل مع البرنامج يعني كل مسلا مسلا لو تشغل على البرومفيرا بيجي مع البرومفيرا اي بي اي بروموفيرا بيخليك انت بادل ما ببرمج الويندوس لببرمج البروموفيرا فبقول له انا عايز يكتب كود في قلب البراموفيرا. فبقى تكتب داخل البراموفيرا. كتولس مساعدة. بتقولوا مثلا ان عايزة برمج جوة الريبيت. فبتلاقي ايه اي بي اي اي ريبيت. اركي كاد اي بي اي دوت. وتبدأ تبرمجه وتتواصل مع البرنامج. وتعمل حاجة اللي انت حاسست ان برمج ما عمليهاش. بفرض مثلا انت شغلت على الاركي كاد وشغلت على الريبيت. والشركة قلت لك الشغل ريفيت. لان هو ده المشهور. بس انت شايف ان الاركي كاد اقوى. تبدأ تشوف ايه الحاجة القوية في الاركي كاد والعجبية وتبدأ تحطها في الريفت. هتلاقي في بقية انت تاخد المزايا الموجودة هناك وتحطها عندك. او العكس لو انت رحت الاركي كاد ومفتاكت حاجات في الريفت. فبتبرمج الحاجات اللي انت تعودت عليها او اللي انت عايزها تبقى موجودة جنبك. اتمنى كن الموضوع سهل وبسيط وسامحونا عليها تقصير وان شاء الله نلاقي الناس كلها بقت مبرمجين وبقت بتعمل الحاجات المبديعة وبعطونا الحاجات القوية بتاكو.